اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حين المناطق الجنوبية تبقى تشهد أجواء مستقرة وصافية ومشمسة في الفترة المسائية وصافية خلال الفترة الليلية إذن مباشرة نذكر متابعين كرام بدرجات الحرارة ما بعد الظاهرة ليوم الجمعة سنسجل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وسنسجل تقريبا ما بين 24 إلى 25 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية من مناطق شمال الصحراء والوحات إلى غاية قصة الجنوب الجزائري في حين المناطق الشمالية منها الداخلية وأيضا السحلية تقريبا درجة الحرارة متقاربة ما بين 16 إلى 19 درجة إذن يوم الجمعة متابعين كرام سنسجل بعض الرياح على السواحل الغربية وأيضا الوسطى والمناطق الغربية الداخلية في الفترة الصباحية إلى الفترة ما بعد الظاهرة هي الرياح في الفترة المسائية قد تصل إلى السواحل الوسطى وأيضا الشرقية سرعة الرياح قد تتجاوز 35 إلى 40 كم في الساعة بعض الرياح أيضا ستهب على مناطق وليات الجلفة وولاية لمسيلة وأيضا غردايا سرعة الرياح ما بين 25 إلى 30 كم في الساعة كل هذا ما لدينا متابعين أكرام اليوم الجمعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته